الانكفاء والغياب إجباراً فيما تمذهب إليه المستقلون في البرلمان الخامس إخفاق في المشهد الديمقراطي جاء ضربة لأمال الحراك الشعبي الذي طالب بانتخابات مبكرة تمزج الوجود المستقل غير الحزبي في البرلمان الجديد تحالف من أجل الشعب بحركتيه امتداد والجيل الجديد أكبر تكتل مدني يتبعه تحالف العراق المستقل ومن ثم إشراقت كانون والكتلة الشعبية بمجموع 43 نائباً بين مدني ومستقل لم يحدث أثراً ملموساً بفرض نهج سياسي يشفي غليل الشارع ترد الأسباب في غياب تأثير المستقلين الحقيقي إلى حداثة التجربة السياسية لكن السبب الأكثر أهمية ينبع من وجود تهديدات يتعرض لها النواب بين وقت وآخر وهو ما تحدثت عنه ألسنة مستقلين بما يشبه لعبة الالتفاف لتعمية الرؤية المستقلة في البرلمان خشية تأثيره على مصالح النفوذ الحزبي أو القوى السياسية سيما أكبر كتلتين في البرلمان الإطار التنسقي والتيار الصدري قبل انسحاب كتلته مورست في البرلمان بحسب مستقلين لعبة الإخفاء لخارطة تحالفات المدنيين والمستقلين معاً ما جعل مسألة وجودهم غير ثابتة حتى الآن ولم تفلح في تحقيق ما يعول عليه الطيف الشعبي رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد كشف عن انضمام عدد كبير من النواب المستقلين إلى كتل برلمانية الأمر الذي انتزع صفة الاستقلال السياسي عنهما نائب الأول لرئيس منسل النواب لديه كتلة من المستقلين يعني كتلة كبيرة ممكن انه يستفاد منها لكن نحن لا نعتبر ان من ينتمي لكتلة هذا النائب النائب الأول انه مستقل يعني واحد خلص يعني صار من ضمن الإطار التنسيقي تحذير بصوت المستقلين من تنفيذ مخطط لإخراج نواب مستقلين من لجان محددة لدوافع سياسية تحذير يرسخ فجوة فقدان الثقة الشعبية بالبرلمان الخامس ما يفتح أزمة احتقان جديدة تكرس حالة العزوف عن العملية الديمقراطية بعد أن انتشرت بين الأوساط الشعبية مسألة ما أسماها نشطون تكميم الأفواه سيما الاستمرار للنفوذ الحزبي ضمن نظام سياسي يكرر سيناديوهاته في كل موسم برلماني جديد